قلعة محمد علي بدأ في إنشاء القلعة في عهد الصلاح الدين الأيوبي لتكون حصنا لحماية القاهرة على ربوة من جبل المقطم في القرن الثاني عشر وأكمل بناؤها إخوة الملك العادل سنة 614 من الهجرة وعلى الرغم من أن مساحة القلعة صلاح الدين لم تتغير وبقيت محددة بأصوارها الشاهقة فإن مبانيها الداخلية قد تعرضت لكثير من التغيير على يد عدد من ولاة مصر كما جددت أصوارها في عهود مختلفة ومعظم المباني والأبواب التي تراها من أسفل الطريق إلى القلعة حتى أعلى الصخرة انشئت في العهد العثماني ومع بعده وللقلعة عدة أبواب منها باب المدرج وكان الباب الرئيسي للقلعة ويوجد على كتابة تذكارية باسم صلاح الدين ووزيره بهاء الدين كراكوش ومنها أيضا باب الجبل وباب العذب الذي أنتأو الأمير رضوان كتغدى وبالقلعة عدة مباني أهمها بئر يوسف الحلزوني وجامع الناصر محمد بن قلوان وجامع سارية الجبل وجامع أحمد كتغدى العزب وجامع محمد أعلي ودار المحفوظات والمتحف الحربي ومتحف الشرطة ومتحف المركبات والمدخل الرئيسي للقلعة يقع في الجنوب من ناحية شارع صلاح سالم بجانب المقابر التي ترتفع في الجزء الجنوبي من المدينة وبالتأكيد ستخسر كثير في حالة عدم زيارتك لهذا الأثر الجميل وتعتبر القلعة وجامع محمد علي من الزيارات المفضلة لدى العديد من السياح لا تنسوا الاشتراك بالقناة بتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد والإعجاب ومشاركة الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر